هي دي نفس اللي جاني اللي بتعمل دولة على الورق نفسها بالزبط الأجيال اللي قبل مني والجيل بتاعي عاشوا الحاجات دي كلها عاشوا الدولة العظيمة على الورق عاشوا الدولة المجيدة على ورق الجرايد وفي الأخبار والمنشطات عاشوا وقعنا 67 طيارة عاشوا لسبوع الجاي هندخل القدس ونصلي الجمعة في القدس عاشوا إن مصر لما تتكلم العالم كله يسمع والعالم يركع الجيل بتاعي عاشوا لما تم تزوير صفحة الأهرام عشان يبقى حسني مبارك ماشي قدام والرئيس الأمريكي وبقية الرؤساء كان كلينتون تقريبا ماشيين وراء بينما الحقيقة في الصورة الحقيقية كان حسني مبارك وراء لأنه كان تعبان بس أسامة صرايا بعد قرية العسكرية الفزة زور الصورة دي وخلى حسني مبارك هو اللي بيقود جيش من الرؤساء منهم كلينتون تقريبا في البيت الأبيض الأمريكي الجيل بتاعي عاش الصورة دي وشافها صورة البطل اللي على الورق صورة البطل اللي في الغنوة عاش تلاتين سنة بتتعمل مهرجانات تلفزيونية عشان تمجد الرئيس البطل والدولة التي لا تغضع وكل دا كان وقفة لكن في الحقيقة ما كانش فيه غير الفلس والجوع والتراجع في كل شيء السيسي عايش على انتصارات اللي جان الالكترونية وكتب الدمى بتاعته من نبتشيط الإعلام وفي لحظة كل دا ان شاء الله يختفي وساعتها مش هتكون البلد جثة هامدة زي ما بيتصور البعض لكنه أكيد هيحطنا قدام لحظة الحقيقة لحظة اللي ما فيهاش اللي جان بتبيع أوهام لجان درها انها تنفخ في الزعيم أو على رأي الشاعر اللي كتب بيتريع على شغل اللي جان وكتب يقول صورني صورة من قريب تبين العدلات وانشرها بكرة بالأمر في كل المجلات واكتب عليها بالبونت العريض الريس في الشدة جديد وقلبه حديد في الأسية آسي صورني وأنا بفتح صدري عشان الشعب على طول يسمع أمري ويقول نعم في استفتاء نعم أم صبري استفتاء أم صبري زغرتي يا مؤيمن أو خلاص هنسبت نفسنا في الكراسي زغرتي يا مؤيمن بقيت أهم سياسي ترجمة نانسي قنقر